نتحدث حول هذا الطموح لليوم الحكومي برامج متنوعة وتحفيزات عديدة لمرافقة المصدرين الولوج للأسواق الإقليمية منها والدولية نتحدث اليوم عن نقطة اللوجستيك والنقل التي طالما أرقت المصدرين نحو الخارج مع أهمية اليوم تجديد الأسطول البحري للنقل البضائع والسلع بالنسبة للجزائر للولوج لهذه الأسواق وكذلك تخفيض التكاليف هو نقطتين يبرهن على احتياج هذا النوع من البواقر أول تاريخ جزائر تاريخ النقل البحر على الجزائر قوي جد في السابق ثانيا الآن احتياجات التجارة الجزائرية وبعدين لاحظنا أنه في 20 سنة أخيرة لما الجزائر باعت بعض البواقر القديمة منهم بحصوص المصر وبعد لبنانيين والطمسطينيين إلى آخرين واليونانيين أصبحنا بدون إمكانيات أصبحنا ندفعه ثمن قوي جدا لإستيراد المواد مثلا لما ندفع المصارف لنقل الجمح والشعير إلى آخرين من فرنسا ومجات أخرى هو قيمة باخرة كاملة يعني هذا فيها خاصية كبيرة جدا عشناها 20 سنة أخيرة لأن في إطار التوجيه الجديد والحمد لله فيه نوع من النعضة ونوع من الرؤية الصافية لازم نرجعه مش فقط لإحتياجات الجزائر والتجارة خارجية ولكن لماذا نشتغل في البحر المتوسط ونشتغل مع المواني في آسيا وفي لاتينو أمريكيا وفي الأمريكا وفي خصوص هذه في غرب أفريقيا لأن عندنا وجودنا وجودنا جيوستراتيجي في البحر المتوسط خلينا بالبناءات لدينا لدينا أن نلعب دور كبير جدا إذا كان فيه تنميكيا وإذا كان فيه تنظيم إلى آخرين وممكن قادرة تصبح الوحدات هذه التعنق للبحرية هي جزء كبير جدا من المداخل أمكانية مالية الجزائر في إطار مشاركتنا في النقل الدولي لما نشوفوا مواقع فيه مثلا في مرسيليا وفي طنجة وفي بعض المواني الإيطالية والإسبانيول اللي باذا لا جزائر لا تلعبش دورها إذن هذا الوقت أنا منسترجع قوتنا ونشتري المواقع الشديدة من عدة الدول باش نكون فيه في المقاييس الدولية ونعبوا دور كبير مش فقط نغطي تجارة خارجية لتعنا ونقص من المصارف اللي عشناها خطيرة جدا يعني غير مفهوم أخلاص وحتى الوزير أول أمس وصفها بالنقطة السوداء في هذا الموضوع نقطة السوداء نحنا كنا تكلمنا عليها في السابق منذ عشرين عشرين خصوص عشرين سنة كنت تكلمنا عليها وكتبنا عليها وجهنا ديداءات للمسؤولين ولكن أنا شخصيا نقولها بقوة ما خافش كانت فيه خيانة كانت فيه خيانة في وزارة بخصوص ووزارة النقل باعوا للأسطول بثمن في قضية الأسعار هل تعتقد أنه أنا كنت شاهد في إطار دراسات درست من الفاتحة بعد مواقع لتباعات المصريين يعني بأعقل ثومة يعني غريب جدا لماذا هذا المواقع الذي كانوا عندنا تباعوا المصريين ونحن نحتاجونهم يعني يعني تباع الباخرة وبعد تكريب الباخرة لن تجلب القد حتى هك ونصلك قيمتها كاملة إذن حال الوقت الآن في إطار هذا التوجه لباس بي مبتد أنه نرجع من جديد نبني يعني البواخر نبني للأسطول حاجة أخرى لازم نأكد عليها ضروري 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 أنه نسمح للمواطنين بعض المواطنين المختصين أن يفتحوا وحدات صناعية للسيارة للسيارة البواخر مش فقط البواخر الجزائرية ولماذا لا البواخر في البحر أجل متوسط عندنا ألف ومئتين وستين كيلومتر في البحر خلينا أعطيه عفو وجذب الاستثمارات في هذا المجال تعطيه في هذه الجزائريين مشيطة حهومة وعن عفو عن الخبرة لازمات في جزائريين أقوية موجودين قادرين تعلموا في روسيا تعلموا في فرنسا تعلموا في جهات أخرى فلهذا إذا كان فهمنا الوضعي النهائيين سوف نتوجه إلى بناء مصطور جديد وبناء كذلك وحدات صناعية التالبة واخر على مستوى الجزائري وعلى مستوى لماذا لا كل المحل أضغط حتى وزير النقل الأشغال العومية أمس تحدث عن الوصول إلى تغطية 20% من هذا السوق بالأسطول البحري وطني كمرحلة أولى الوزير ووزير الأول أمس تحدث عن طموح لـ 50% مستقبلا قادرين اليوم جسدوا هذه الأرقام على الميدان ونأمنوا نوعا ما النقل والشحل البحري هي قضية قضية تسيير فقط وتوجيه توجيه سياسي إذا كان الجانب سياسي انطلع إن شاء الله الآن هو نظيف جدا وممتاز وشجعه باركوله لكن في قضية تسيير لماذا لأن وزارة النقل الحالية ما زال عنداش وزير مباشرة فيه وزير النقل وشؤون أخرى والوزارة النقل مع طواج قمة اللازمة لاحظناها لاحظناها مع طواج قمة اللازمة باش تتخر بعد اعتبار كل المجهودات موش فقط في النقل البحري ولكن في النقل الجوي إلى آخرين كلها فيه نقص كبير جدا على مستوى وزارة النقل إذن أنا نتمنى أن يومي الأيام نرجعو نخليوها وزارة كاملة نخليو بالخصوص نعطيوه تسييرات الجزائريين يتقدرين نأكد نؤكد لكم فيهم مهندسين عندنا خبراء ممتازين بالغاية في السيارة المحرية قلينا نفتح نزاة 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 نتقل ونكونوا غايبين على هذا الجنب التصادي القوي جدا وليفايدة البدوة وكذلك لفايدة حتى الدول المجاورة أخيرا كذلك اكتشفنا وكنت صرحت بها الوطاة نقل حط من لي هناك مبيات فرنسية ودالو زر صريحاتها مبيات فرنسية ومغربية ضد الجزائر بهذا الجانب هذا إذا كنا وعيين إذا كرنا وعيين بهذا الجانب علينا في هذه النقطة هل يزعج هذه الأطراف تجديد الجزائر لأسطولها البحلي لنقل السلع والوضائح بدون شك في صحابة الفرنسية أخيرا تكلمت على صحابة الفرنسية وصحابة المغربية تكلمت على على توجيه سيد رئيس التبون لتحسين النقل بسيفة عبا وقالوا مش ممكن يجح لهذا في قضية إيجار السيكولوجيك لماذا لأن فيها خدمات كبرى على مستوى المحر المتوسط ونتمنى أن هذا التوجيه السياسي يطبق على مستوى الحقيقة ويعطي بالخصوص التسريح لجزائرين لأهو بأقوية مثلا مثلا لماذا حتى الآن معناش ميناءات صغيرة لاستقبال مواقع الصغيرة التوريزم مليار نعلم عايشين في نيس وعايشين في بعض الدول في الميناءات على الدول الكبرى وما يحتاجون للمناء الجزائري مثلا العالم يتمنى أن يجيبوا الملياردين يريحوا شوية في الميناءات تواعينا هذا وهنا هنا ربما نفتح قاوس فيما يخص الاستثمار السياحي وجذب الاستثمارات في هذا المجال خلينا نختم معك في نقطة الاستثمار في تجديد الأسطول البحري لنقل السلع والبضائع هل سينعكس بالإيجاب فيما يخص السلع المستوردة والسلع النهائية في الشوخ بدون شك أولا سوى يكون ممتاز سوى يستساب في تخفيض الأسعار عن النقل البحري وبخصوص في ردح الأمكانية المالية بالعملة الصعبة لأن حاليا ندفع مبالغ ضخمة لما عندنا البواخر راح نقسم هذا الدفع عن العملة الصعبة وخليه الاستفادة المواطنين التجارات التجارة خارجية والميناءات بسبع عاما شكرا لك سعد ملك سرار المستشار وخبير اقتصادي دولي على كل هذه